بغيتي تبقى وتكون حذرا القيوة ديالك كل نهار وفي نفس الوقت نقصي ليده المتراكمة في منطقة البطن والأردف والجوانب جبت لك وصفة فعلية تركاب خصوص هذا الموضوع بزاف ديال ناس قالوا لي بغينا وصفات التخصيص في نفس الوقت تعملين بهم القوائلة كان ممكن وكانشي وصفة فعلا فعالة اليوم جبت لك واحد الوصفة زوينة وبنينا ولديدة وكأنها لا اiezaجت جماعي ن Quốc ولا اريد وسكين واحدة سكين والحامض اشتركوا في القناة 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 ستحتاج معي ان شاء الله الى مكون اخير الى وهو زهرة البابونج انا شخصيا من عشاق هذه الزهرة كتعجبني كتعجبني بشكل كبير انتم هذه الزهرة البابونج كتبوا لنا الاسماء هذه العشبة في الدول العربية وفي اي بلاسة من غير البابونج كنت تقولوا لها الاسم لكي نستفدو من بعضنا البعض فهذه هي زهرة البابونج وده بغن دوزل طريقة استحضير بسم الله على بركة الله فوحد الكسرول تضيفي كمية دي القرفع واد كمية دي زهرة البابونج كمية دي كمية دي كمية دي كمية تبقى اختيارية على حسب الرغبة ديالك و الناس اللي غايقولوا لي احنا ما كان استخدموش القهوة بهذا الشكل طريقة احتى هي اختيارية انا ما كان فردش عليكم هنا هي الطرق ديالكم كيفاش تخدمو القهوة كل واحد وكل وحدة كيفاش تخدم القهوة دياله مع الصبح فا ايه اه طريقة عجباتك ونالتردة ديالك هي اللي تستخدمي انا هنا عملت طريقتي الخاصة وانتو ما عملو احنا نتفهمو غير على المكونات فقط هنا يخديس معلقة ديال للدارسين او للقرفة واخر حاجة غضي فيها ان شاء الله هي القهوة السريعة الدوبان او للقهوة حبيبات هنا اخدي ان اخد معاكم ناس كافي وغنعمل معلقة خدي انتي جوج معلقة ثلاثة معلقة على حسب انتي ايه والضغط ديالك وانتي ايه والاختيار ديالك فاني ضفت القهوة ضفت القرفة ضفت البابونج اضفت القرفة ضفت البابونج اضيفه واحد الكوب ديال الماء واغلي انا هنا هاد المكونات انتي ممكن تضيفي مثلا غير ماء مغلة تخلي الوصفة تقريبا 1-15 دقيقة وتصفيها وتشربها بصحتك وراحتك فكما قلت لك الاختيار كي بقارة جعلك على حسب انتي ايه وشنو بغيتي وانتي ايه وشنو فضلتي فدبه هنا غنغلي المكونات اضفت المكونات غير النار مهيلة والمدة غير ديال 15 دقيقة والعشرة دقيقة فهي تكفي اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة وكما تلاحظون لابنة المصفا كانت تبدأت تغلي تدريجيا وكما قلت لكم سابقا هاد طريقة ديالي انا انا نفرضها هاد لبزف ديال الناس لانه كان بعض الاشخاص لانه كانوا يقولون لا نعملوا طريقة ديال قوة في هاد الشكل هذا يدفون ماء مغلة وكنا نحركوها 1-3 مرات يجب تصبح الهواجده في 3 أو 4 دقيقة حتى هذه طريقة جيدة وإذا عجبتكم ستستخدموها عملوا كل هذه العشاب وكل هذه المكونات ومن بعد عملوا الكمية التي لا يكون مغلة جيدة حركوا الكوب ديالكم وبصحتكم وراحتكم سفيوها وشربوها بصحة وراحة حتى هذه طريقة جيدة ولكن أنا الطريقة التي أجيني أفضل بالنسبة لي فهي هذه المعتمدة عندي وانتم لا تفعلوا أي طريقة كما لاحظتم هنا الوصفر أغلات 100% وصراحة لم أخذتش مني مدة تقريبا طويلة غير 1-9 دقائق كما قلت لكم في البداية غير 10 دقائق حتى الـ 15 دقائق يعنيها ماكسيما كتكون هكذا الوصفة واجدة ودعبها غدي نطفل النار ديالي وغدي نخليها تبرد شوية باش هكذا نوجدوا هذا المحلول السحري والرائع للغاية متنسونيش بليز من لايكات ديالكم واشتراككم في القناة أيضا وهي الوصفة سبحة جاهزة سلاحظوا معي غير لون ديال هيا لبنات تيحمق واحدة الريحة ديال القهوة زائد هذوك الأعشاب اللي يضفنا اللي هما غير القرفة أكيد بودر عواد والبابونج أنا من العشاق دياله وصراحة ديما كان ندخلوا في الوصفات لتخصيص في الوصفات للأكل يعني صراحة ديما حضر معي هذة البابونج هذة فالحمد الله عشبار خيصة وعشباء ولا أروح فهذا بغادي ندوزوا باش نصفوا هذة المحلول هذة وهذه هي الوصفة ها هي ذبواج ديالبنات تلاحظوا معي لكم بديل القهوة ديالكم بسحتكم وراحتكم واحد المسألة بغيت ندكرها بزاف ديال النساء او لاتدير رجال يقولوا لي واش ممكن تحلية هذة المشروب لا ما يمكنش علاش وضفنا القرفة عواد وضفنا القرفة بودر هذة جوج ديال الانواع ديال القرفة فيهم نسبة ديال السكار طبيعية ديالهم فهذك هذيك الحلاوة كافية لهاد المشروب باش تخليه بنين والديد ويتشرب معاك يعني لما تضيفي سكار او العسل لو كانت الوصفة مرة او غير مستحبة او لما بنيناش انا غنقولها لك نقولك ضيفي معلقات العسل را ضروري كما كتلاحظوا معي في الفيديوهات سواء القديمة او الجديدة تنقول لكم دكشي اللي كان اللي جربتو اللي جربتو على نفسي سن بغتاجه معاكم فهذ المحلول ما تحتاجوش نهائيا ينظفو له لا لحسل لسكر سنده لانه زوين وبنين والديد على دامانتي غير جرب بها على هغزاء لما فيها الحامض لا سكينجبير لاحتشي مكوين اللي هو مر فبالتالي بدون تحلية هي صالحة الاستخدام وصالحة التخصيص في مدة سريعة ووجيزة ايضا فكانت هذه الوصفة دي اليوم نتمنى انها نالت الريدة دي لكم ونالت الإعجاب دي لكم وهذا المشروب هذا او لهذا الكوب هذا كان هديه لأي شخص بغي نقص الدهون ففقط بالتكرار واستخدامك المعتمد والمتكرر للوصفات الطبيعية هدي يجيب الله ان شاء الله الشيفة فشربوا هذا المشروب او لهذا الكوب هذا قبل وجبة دي الفطور كوب واحد في اليوم فقط سواء صغير او كبير دائما الكيمية تبقى على حسب الضوء والاختيار دي الشخص ولكن المهم نتفقوا على كوب واحد كيفما كانت الحجم دي له مهم قبل وجبة دي الفطور خصوصا الناس اللي بغين يحيدوا الدهون من منطقة الكرش اما الناس اللي بغين يحيدوا الدهون من منطقة الجسم فممكن انكم تاخدوا هذا الكوب او لهذا المشروب بعد وجبة دي الفطور احتلنا حبيباتي نكون وصلت معكم من نهاية الفيديو لا تنسونيش بليز من لايكات اشترككم في القناة تفعلكم زي الجرس ونشوفكم في فيديو جيد بسلام عليكم بسلام عليكم حيصة